عقيدة دفاعية جديدة تكشف عنها اليابان من شأنها إحداث تحولات هائلة ليس عليها فحسب بل على الوضع في جنوب شرق آسيا 320 مليار دولار أمريكي تخصصها لتقوية قدراتها العسكرية لمواجهة ما تصفه بالتهديد الصيني وذلك ما سبقتها إليه دول أخرى تنظر إلى نفوذ بكين المتنامي في المنطقة على أنه تهديد لها لكن مبادرات التسلح هذه وما يصحبها من أزمات أشبه بقنابل موقوطة في المنطقة كنووي كوريا الشمالية والصراع على تايوان تضع معادلة الأمن في جنوب شرق آسيا أمام منعطف حاسم وتلك حالة لا تقتصر فحسب على القالقين من الجار الصيني بل تنسحب لتتحول إلى حم تسلح عالمي جديد فسياسات الإنفاق الدفاعي حول العالم تشهد تصاعدا غير مسبوقا في السنوات الأخيرة في العام الماضي تجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا تريليوني دولار للمرة الأولى على رأس القائمة تبرز أوروبا التي أحدثت الحرب الروسية الأوكرانية صدمة كبيرة فيها أعادتها إلى سياسات الإنفاق إبان حقبة الحرب الباردة فالإنفاق الدفاعي الأوروبي تقط حاجز 225 مليار دولار لأول مرة العام الماضي مرتفعا بالنسبة 6% عن العام السابق وهو الأقوى منذ بدأت القارة تعزيز الإنفاق العسكري منتصف العقد الماضي ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية الولايات المتحدة هي الأخرى عادت للتركيز على الإنفاق العسكري لمواجهة التحديات المتزايدة وفي مسعى لمواكبة التطور العسكري لمنافستها الأولى الصين فالكونغرس أقرى مؤخرا مشروع قانون تفويد الدفاع السنوي بميزانية تقدر بحوالي 858 مليار دولار روسيا التي كانت صباقة على مدار عقدين من الزمن في تحديث ترسنتها العسكرية زادت ميزانيتها العسكرية في الفترة ذات سبقت الحرب على أوكرانيا وبلغت ما يقرب من 3% بإجمالي يقدر بـ 65 مليار وتسعة ملايين دولار أما الصين فقد زاد إنفاقها العسكري خلال العقدين الأخيرين ليصل العام الماضي إلى نحو 293 مليار دولار بزيادة قدرها 4.7% مقننة بعام 2020 كذلك الحال بالنسبة للهند التي تجاوزت روسيا والمملكة المتحدة لتصبح ثالث أكبر منفق عسكري في العالم أرقام وإن بدت نتاجا طبيعيا لعصر جديد من التنافس الحادي بين القوى الكبرى إلا أنها تزيد من المخاطر على الأمن والاستقرار العالميين في وقت تضعف بشكل متزايد الحوافز لتعاون عالمي من أجل الحد من التسلح ومنع خروجها عن السيطرة